تتراكم ملفات الفساد والفشل في العراق بعضها فوق بعض وتشكل أزمة الكهرباء إحدى أبرز عنوينها فالأزمة المعمرة من سنوات تزداد سوءا عاما بعد عام وما تزال الأرقام تظهر اتباعا لتتكشف جوانب من بحر الفساد المتلاطم في العراق عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي أكد أن الفساد في وزارة الكهرباء لا مثيل له في كل العالم بوجود جهات سياسية اعتاشت على عقود الوزارة مؤكدا أن نسبة العجل في إنتاج الكهرباء تفوق الستين بالمئة ما يضعنا أمام جريمة مكتملة الأركان في ملف الكهرباء من جانبه كشف عضو لجنة الطاقة النيابية على العبودي عن صرف ما يقارب 65 مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2003 مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء غير كافية بالمرة مع ارتفاع النمو السكاني سنويا بمعدل مليون نسمة وأوضح أن الطرف الأكبر في الفشل والإرباك هو وزارة الكهرباء نفسها التي كانت تدار بـ 30 ألف موظف واليوم بـ 200 ألف موظف ما يعني أن موازنتها أضحت تشغيلية فقط وتقول النائبة عن لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهل جنابي إن وزارة الكهرباء ليس لديها رؤية استراتيجية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرار معاناة المواطن الذي لا يملك سوى التظاهر ضد سوء الخدمات وترد الواقع على جميع المستويات موسم صيف جديد تتداعى فيه الأزمات على العراقيين ما بين أزمة صحية عنوانها كورونا وأزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة خدمات تشكل الكهرباء رأس الحربة فيها ليبقى الفساد والفشل السياسي المحور المحرك لكل هذه الأزمات التي تزيد من منسوب الصخط لدى العراقيين وترفع من لهيب غضبهم تجاه طبقة سياسية تجلس على تلال الخراب التي صنعتها في العراق وتستنزف ما بقي من ثرواته ترجمة نانسي قنقر